جزاكم الله خيرا له سؤال الحقيقة يقول الصدى في بعض المكروفونات التي توجد في المساجد فضيلة الشيخ تشوش على بعض المصلين فما رأيكم فيها؟ الحقيقة أن مكبرات الصوت فيها منفعة عظيمة لأنها تبلغ المصلين التكبير وتبلغهم قراءة الإيمام مهما كثرت الصفوف فهي نعمة من الله عز وجل إذا استخدمت بضراره لكن بعض الأئمة هداهم الله يبالغون في السماء المترونة مبالغة لا داعية لها وذلك بأنه يضع فمه في آخذة أو في اللاقفة المضرحون يقرب منه أو حتى بعضهم ينحن عليه أو يلتفت إليه إذا كان إلى جنبه ويضع فمه فيه فيرتفع الصوت ارتفاعا خارجا عن الحاجة وزائدا عن الحاجة فيشوش على الممومين ويشق عليهم لأنه إذا تضخم الصوت فإنه يؤثر على أسماعهم وأيضا يشوش عليهم فينبغي أن يكون استخدام مكبر الصوت بقدر الحاجة ولا يزاد على الحاجة ويكون من باب المباهات وبعضهم يفتح سماعات أو أبواق المطهون على الشوارع وعلى القيود المجاورة فيشوش على الناس يشوش على الناس بصوته وربما يكون هناك مسجد قريب منه فيشوش على المصلين في المساجد الأخرى المجاورة ولا داعي إلى هذا لأن المطيوب منه أن يسمع المأمومين أما أن يسمع الشوارع ويسمع البيوت ويشوش على المساجد الأخرى فهذا أمر ممنوع شرعا ولا يجوز وأيضا بعضهم يضيف إلى المترفون يضيف إليه شيء يسمى بالصدق يضيف صوته ويحصل منه ترداد للصوت وتكرار للصوت بعد ما يصوت الإمام يصيب هناك صوت آخر صدى فهذا مما لا داعي له وهو يشوش على المأمومين ويشق عليهم فالواجب ترك هذه الأمور واستخدام مكبر الصوت بقدر الحاجة وبقدر ما يسمع المأمومين من غير أن يكون هناك زيادة في الصوت أو زيادة أو وضع صدى أو غير ذلك من ما لا داعي له أو ما فيه أضرار على الناس